النافجيشن بار هو عبارة عن شريط ادوات موجودة على اليمين من الفيو وهو بيحتوي على ادوات بتمكنك من انك تتصفح وتتحرك جوه الموديل بتاعك بحرية عشان تقدر توصل لاي عنصر فيه طيب هنبدأ مثلا عندي هنا على اليمين هو فوق في الستيرينج ويل ودي هنتكلم عنها في فيديو تفصيلي خاص بيها بعد كده عندي ادوات الزوم ان والزوم اوت اول حاجة ممكن اختار زوم ان ريجن ان انا بعمل زوم على منطقة معينة من الرسمة بتاعتي بعمل مستطيل حواليها كده وسيب بيروح جاي عامل زوم على المنطقة اللي انا حددتها جوه المستطيل ممكن بعد كده تعمل زوم اوت دابل اكس اللي هو بعمل زوم اوت ابعد عن الرسمة دي مرتين بعد كده فيه اختيار تاني اللي هو الزوم توفت بحيث انه يخلي الرسمة في وضع ملء الشاشة تقدر تشوفها كلها فيه اختيار تاني اللي هو الزوم اول توفت بحيث لو انا فاتح اكتر من فيو هيخليها كل الرسومات اللي فيها تبقى في وضع ملء الشاشة ممكن اعمل زوم شيت سايز بحيث انه يظهر لك الرسمة او البلان اللي انت شغال عليها بدرجة الوضوح اللي هي هتبقى عليها في اللوحة لما هتطبع بعد كده عايزين نتكلم عن مكان النافجيشن بورد ممكن لو انا عايز اغير مكانه اضغط على الزرار الصغير ده هيفتح لدروب داون مينيو هتلاحظ ان فيه علامات صح قدام الادوات اللي موجودة عندي ممكن اظهر او اخفي اي اداة حسب استخداماتي لها ممكن اخفي مثلا الستيرين جويل من هنا وممكن انا اظهرها تاني بعد كده عندي الدوك ستنج او الدوك بوزيشن اللي هو بختار المكان اللي انا بثبت فيه النافجيشن بورد تلاحظ هنا عندي اوبشن في الاول اسمه اللينك تو فيو كيوب هتلاحظ ان ده بيربط النافجيشن بورد مع البيو كيوب يعني اي تغيير في المكان هينطبع على الاثنين مع بعض ولكن مثلا هنخليه في البوتوم ليفت في جزء السفلي تحت علم الشمال اول مفتح مثلا سريدي فيو هتلاحظ ان البيو كيوب انتقل هنا ووصل للمكان نفس البيو او النافجيشن بورد طيب بعد كده عندي ممكن ان انا الغي اللينك ده ما بينهم وساعته هقدر احرك النافجيشن بورد لوحده سواء على اليمين او الشمال طيب لو حركته فوق او تحت هتلاحظ ان هو بياخد وضع افقي الحاجة التانية ان انا ممكن اتحكم فيه الوباسيتي او درجة الشفافية بتاعته من خلال مسلا ان انا اخليها صفر كده بيختفي اول ما الموس يقرب من الحفة اللي هو متثبت عليها هيظهر تاني فالافضل ان احنا نسيبها مثلا على الخمسين في المائة